السؤال ده بقى بيهمني كلنا حتى تكلمنا فيه في الحوار الوطني بيقول ايه ما مصير الهوية المصرية اذا استمر حكم الاخوان ولم تقم ثورة 30 يونيو ده اجابة الزكاء الاصطناعي بيقول ايه مصير الهوية المصرية في حال استمر حكم جماعة الاخوان وعدم حدوث الثورة موضوع صعب للتنبؤ بيه ومع ذلك يمكن استنتاج سيناريوهات ده في حالة ان الثورة مقمتش بيقول ايه تغيير في الهوية الوطنية ده اللي كان حيحصل جماعة الاخوان لديها رؤية سياسية واجتماعية محددة وقد يؤدي استمرار حكمها الى تغيير في الهوية الوطنية ويتعزيز العناصر الدينية والثقافية المحافظة وفقا لرؤيتهم مما يؤدي الى تغيير كبير في مفهوم الهوية المصرية تضييق للحريات يشهد استمرار حكم جماعة الاخوان تضييق على الحريات الفردية والمدنية وقد يكون هناك تأثير سلبي على تعددية الثقافات والافكار في مصر وقد يتم فرض قيود على الحرية الدينية والتعبير والتنظيم مما يؤثر على التنوع والديمقراطية اللي مشهود بيها في مصر ده السؤال اللي احنا كان بيهمنا واللي كان خاص على الهوية المصرية